بينما يقترب موعد جولة جديدة من مفاوضات جينيف بعد اتفاق أستان الأخير الخاص بمناطق التهدئة وبينما يثار حديث عن دور للجيش السوري الحر في دور قريب في تقليص نفوذ جبهة النصرة والفصائل المتحالفة معها في إطار ذلك الاتفاق وتحديدا في منطقة إدلب تجدد النزاع بين فصائل المعارضة بقيام حركة أحرار الشام بانتزاع مقار والاستلاء على مخازن أسلحة من فصيل فاستقم كما أمرت التابع للجيش الحر واعتقال قائد الفصيل في ريف إدلب بذريعة أن جبهة النصرة كانت في صدد الاستلاء على تلك الأسلحة تصيد يشير إلى نزاعات داخلية في الحركة نفسها وداخل فصيل الجيش الحر يبدو أن النصرة المنضوية تحت هيئة تحرير الشام تريد الاستفادة منها إلى أبعد حد ممكن توتر عسكري جديد في ريف إدلب الشمالي بين عدد من فصائل المعارضة المسلحة توتر يأتي بعد أيام من آخر جولات أستانا التي اتفقت فيها الدول الضامنة على تحديد مناطق للتهديئة والتصعيد جاء بعد اعتقال حركة أحرار الشام قائد فيصلي فاستقم كما أمرت أحد فصائل الجيش الحر واندلعت اشتباكات بين الطرفين وهو ما أصفر عن عدد من القتلى وعشرات الجرحة وتمكنت حركة أحرار الشام من الاستلاء على مقرات ومخازن أسلحة لفيصلي فاستقم كما أمرت حسب شهود عيان وحسب ناشقين من المعارضة فإن هجوم حركة أحرار الشام على تجمع فاستقم كان عملا استباقيا حيث تذرعت أحرار الشام بأن جبهة النصر على وشك القيام بمصادرة أسلحة تجمع فاستقم وفصائل أخرى من الجيش الحر في ريف إدلب لكن مراقبين يقولون إن التحرك الأخير من طرف أحرار الشام ضد تجمع فاستقم حركه أشخاص داخل أحرار الشام موالون لجبهة النصر وبإعاز منها وهي خطوة استباقية تقوم بها جبهة النصر إثر حصولها على معلومات بشأن قيام قادة الجيش الحر بمشاورات لنشر قوات في مناطق في إدلب للتصدي للنصر بدعم إقليمي في إطار اتفاق أستانا وهو الاتفاق الذي نص على إنشاء أربعة مناطق تهدئة في سوريا من ضمنها ريف إدلب الشمالي والعمل على طرد مسلح داعش والنصر منها ليست المرة الأولى التي تقوم بها جبهة النصر المتطرفة باستهداف تجمعات وفصائل معارضة أخرى فقد سبق وقضت على سبعة عشر فصيلا في السنوات الماضية واستولت على أسلحتها أغلبها كان تابعا للجيش الحر ومدعوما أمريكيا منها جبهة ثوار سوريا وحركة حزم والفرق ثلاثة عشر التطورات الجديدة في ريف إدلب تبين حقيقة الوضع المعقد للأزمة وتضارب مصالح فصائل المعارضة المسلحة في تلك المنطقة واشتداد نزاعاتها الداخلية الأمر الذي يمثل تحديات حقيقية أمام تطبيق اتفاق أستانا خاصة ما يتعلق منها بمناطق التهدئة وطرد داعش والنصرة معنا من اسطنبول الخبير العسكري والاستراتيجي أحمد رحال أهلا وسهلا بك سيدي إلى سكاي نيوز عربية وغرفة الأخبار بداية كيف يمكن شرح أو يمكننا أن نفهم ما الذي يحدث الآن في إدلب في هذه العملية تحديدا مساء الخير تحياتي لك ولكل الجمهور الكريم يعني حقيقة مدينة إدلب كلمة توتر لا تفي بما حصل بالأمس وما حصل اليوم في مدينة إدلب حالة من الاضطراب حالة من الترقب حالة من الخوف يعيشها معظم سكان مدينة إدلب ليس الأمر فقط بين أحرار الشام وتجمع فاستقم كما أمرت هناك أكثر من حادثة حصلت منذ الأمس لليوم أولا قامت هيئة تحرير الشام باعتقال الأعداد الكبيرة من جيش إدلب الحر المجازين الذين وصلوا إلى معارة النعمان بتهمت أنهم قاتلوا مع درع الفرات وبالتالي هؤلاء كفروا ومرتدين اثنين مع الأنباء عن وصول أو دخول جبت سوار سوريا وحركة حزم والفرقة 13 قامت هيئة تحرير الشام أيضا بحشد ما يزيد عن ألف مقاتل على حاجز أسامة بن لادن المقابل لمعبر أطمي قابله أيضا حشد لأحرار الشام بحاجز مقابل وأيضا الوضع هناك كان مأساويا يعني لم يصل لحالة استضامة لكن حالة من الترقب والتوتر ويمكن الاندلاع والقتال فأي لحظة الحادثة السالسة وهي ما قامت به حركة أحرار الشام بالهجوم على أحد فصائل تجمع فاستقم كما أمرت وليس على الفصيل كاملا طبعا هناك من قال من أنه يستبق هجوم لجبت نصرة وهناك من قال قادة أحرار الشام من أن السبب هو الإخلال بشروط الانضمام لحركة أحرار الشام وأن أبو الحسنين قائد هذا الفصيل لم يلتزم بالتعليمات فتم استدراجه بطلب الاجتماع وتم الإلقاء القبض عليه وعندما طلب تسليم المقرات والمستودعات رفض الفصيل فكانت الاجتباكات وقتل من قتل وجرح من جرح وقامت أحرار الشام أيضا بملاحقة الجرحة على المشافي واعتقالتهم أيضا الحادث الرابع أيضا التي حصلت اليوم من أنه مع الأنباء والخبر الذي أسعاته ليت من تحد الأمريكية عن رصد عشر مليون لاعتقال أبو محمد جولاني ومن يدلي بمعلومات قامت جبهة النصرة أو حركة تحرير الشام أو هي التحرير الشام بتسيير مظاهرات بست مدن وبلدات في إدلب من أجل المناصرة والدعم لأبو محمد جولاني خطيب الجامع في مدينة منش كفر كل فصائل السورة فخرج من خرج من المسجد وقاموا بإنزال خطيب من منبر الجامع وترضعوا خارج المسجد لأنه يدعو إلى جميع النصرة إذن نحن أمام حالي مشتعلة حالي متوترة حالي الترقب أنا أعتقد أن هذا الأمر ليس في مصلحة السورة السورية ولن يكون يوماً في مخرج السورة من أجله حتى نفهم الصورة طبعاً شكراً لك على كل هذه التفاصيل وفعلاً يعني يبدو مما شرحته أنه كلمة توتر قليلة على وصف ما يحدث الآن في إدلب وريفها لكن حتى نفهم الصورة أوضح بعد ما الذي حصل في أستانا وننتظر تحديد منطقة خفض توتر في إدلب مسؤولة عنها تركيا ودور للجيش الحر يبدو أنه الآن موعد فصل جبهة النصرة عن بقية الفصائل قد حان يعني يبدو أنه هذه الخطوات هل هي فعلاً محاولة من جبهة النصرة ومن يقف معها بحركة استباقية لأنها تشعر بأنه سيكون هناك دور للجيش الحر في تصفيتها في إدلب وبالتالي هي ومن يقف في صفها الآن بدأت تمايز الصفوف ويعني تقوم بحركة استباقية يعني أولاً دعنا نعود لبذور المشكلة وللخطوات الأولى التي انحرفت فيها السورة السورية وأنا أتحدث عام 2013 وأنا كنت حينها قائد لجبهة الساحل وقائد مجلس العسكري في الساحل السورة السورية لم تخرج للرايات السوداء السورة السورية لم تخرج لإمارة ولم تخرج للظواهر ولا للجولاني ولا للبغدادي لكن التغاضي الذي مارسته القيادة السياسية والقيادة العسكرية التي انتجت من تلك القيادة السياسية أوصلتنا إلى ما نحن فيه الآن وبالتالي ما يحصل الآن هو عملية مؤجلة يعني لا يمكن أن تلتقي السورة السورية مع القائدة لا يمكن أن تلتقي السورة السورية مع البغدادي والجولاني وبالتالي ما يحصل اليوم هو نتيجة طبيعية لكن هذا لا يعني من أن هناك الآن جهة أو أن هناك فصائل تريد اجتساز جبهة النصرة يعني ما حصل في الآستاني الفصائل جميعها قالت لا لمؤتمر الآستاني صوت ياسر عبد الرحيم كان صوت كل السوريين من أن نرفض الآستاني بهذه الشروط نرفض الدور الإيراني نرفض اعتبار فقط النصرة هي إرهاب عليكم من نظر إلى إيران وحزب الله وبالتالي كل فصائل الجيش الحر لم تتبنى ما خرج من الآستاني لكن جبهة النصرة دائما هي من تعتبر من أن عليها دائما اتخاذ خطوة استباقية لكن سيد أحمد رحالي اسمح لي كلامك صحيح الثورة شيء والنصرة والقاعدة شيء آخر لكن أحيانا الفصائل قالت لا لأستاني لكن الضامن وهو تركيا قالت نعم وبالتالي ربما النصرة تنظر إلى أن التوقيع أو الموافقة التركية ربما تعني بأنها ستضغط على الفصائل من أجل تنفيذ وبالتالي النصرة قد لا تنظر فقط إلى الفصائل التي معها على الأرض ولكن تنظر إلى الدول الراعية موسكو وتركيا موجودة بالمشهد وبالتالي في شيء سيتغير على الأرض هكذا يمكن فهم المشهد كلامك تماما أخي يوسف بالتأكيد مستقبل الثورة السورية سوف يتم استقصال كل الريات السوداء من سوريا بمستقبل الثورة السورية لا يمكن أن تنتصر ولا يمكن أن يكون هناك حل سياسي في سوريا وهناك راية سوداء أو راية طائفية إيرانية أو عراقية أو لبنانية أو جهادية قاعدية في سوريا هذا كلام سليم وبالتالي نعم هناك شيء يحضر في تركيا يعني اليوم نتحدث عن الفيلق السوري الأول 17 فصيل تم دمجهم في تركيا وهناك مراكز تدريب في تركيا تدربهم للزج في سوريا وهم جزء منهم كانت عملية درع الفراد وعند الجيش التركي أيضا ربما هناك معلومات أنه يحشد على الحدود أيضا يعني دعنا نقول أن الجيش التركي حتى الآن يمتخذ قرار بالدخول داخل أراضي السورية هو يحشد على الحدود مقابل مناطق الكردية خوفا من أعمال إرهابية وقد تكون لدعم ومساندة إذا ما تم إدخال الجيش الحر أو بعض فصائل إلى الداخل هذا لا يعني من أننا نقول أن جبهة النصرة تراهن على أوائم نعم جبهة النصرة تدرك من أن وضعت على قائمة الاجتساس في سوريا كما وضعت نظيم داعش لكن هذا لا يعني من أن تقوم بقتل الشعب السوري لا يعني من أن تقوم بقتل كل فصائل الجيش الحر لسنا كفرة لسنا مرتدين على جبهة النصرة أن تدرك من أن مشروعها لا يمكن أن يطبق في سوريا وأنها إذا ما أرادت خدمة الشعب السوري وخدمة الدين الإسلامي فعليها الأضمحلال عليها أن تلغي نفسها في دقيقة أخيرة طيب الهجوم الأخير كان من أحرار الشام يعني هل نفهم لأنه في بعض الناس يقول لك أحرار الشام والجبهة النصرة أصبحت شيء زئبقي أحيانا تظهر بعض المجموعات تقول أنها أحرار يعني هل في فصل بين الفصيلين لأنه من يتحرك اليوم هو الأحرار تحت اسم جبهة النصرة أو في خدمتها يعني أحرار الشام أحرار الشام هم فصيل من الجيش الحر هم لا يكفروا لا يعطوا صفة المرتد لفصال السورة لكن أيضا علينا أن نكون واقعيين وأنا دائما أتحدث بهذه اللغة أيضا ضمن فصيل أحرار الشام هناك أكثر من تيار هناك من يعتبر من أنه يجب الانضمام إلى جبهة النصرة وهناك من يعتبر من أنه يجب العودة لرفع راية الجيش الحر وبالتالي ضمن هذه الصراعات داخل أحرار الشام أيضا أحيانا نجد من أن ضربة تأتي لمصلحة السورة وضربات تأتي ضد مصلحة السورة شكرا جزيلا لضيفي من اسطنبول الخبير العسكري والاستراتيجي أحمد رحال ترجمة نانسي قنقر